لأنه حصل خلع في الكتف وحصل كسر في عظمة فبالتالي محتاج جراحة مهمة من حدوث الكسر محتاج جراحة مهمة إن شاء الله تعالى في ألمانيا أيضاً النجم العلامي الكبير محمد صلاح وراخر بدأ مراحل التأهيل بتاعته مع ليفربول بنتمنى له الشفاء ويقدر يلحى إن شاء الله ومنتخب مصر يتأهل النجم المتألق إمام عشور النهاردة غادر المستشفى تعارفين من بارح كان أصيب بارتجاج في المخ في بداية التمرين بيلعب كورة دابل كيك وقع على ظهره فجأة فقد الوعي وكانت صدمة عنيفة جداً له دي يمكن اللقطات اللي إمام عشور رجع فيها النهاردة الظهر لفندق الإقامة وشايفين اللعيبة وروي فيتوريا والأستاذ خالد الدرندالي رئيس البعثة وكلهم بيستقبلوه لما رجع من المستشفى قضى ليلة تحت الملاحظة مبارح تم نقله وهو فقد الوعي وكانت لحظات مخيفة جداً ومرعبة بالنسبة للجهاز واللعيبة لأنه نقلوه في الإسعاف على طول يمكن سرعة النقل وسرعة الاهتمام من الناحية الطبية عجلت المسألة كمان راحوا على المستشفى اللي في أبيجان من حسن الحظ إنه مستشفى لبناني ده كثير اللي موجودين كلهم لبنانيين فده سهل عملية التدخل والتفاهم بسرعة تمت الإفاقة وتم استعادة الوعي عملت له أكتر من أشعة مقطعية تأكدوا إن الحمد لله المسألة سليمة وكان ارتجاج في المخ لكن صمموا إنه يفضل تحت الملاحظة 24 ساعة فضل موجود إمام في المستشفى لغاية النهاردة لما خرج شفتوا اللقطات لعودته الفندق الإقامة يلعب ماتش الحد ولا لا لا قولاً واحداً لأنه بروتوكول الفيفا في النواحة الطبية إن الإصابات الدماغية إذا احتاجت نقل للمستشفى خلاص اللاعب يمنع من اللاعب قبل مرور ست أيام فمن تالي مباراة الحد إمام عشور بره هذا المباراة في التدريب تلت أيام على الأقل تلت أيام بدون تدريب هيبقى بعد التلت أيام يبدأ يطهل خفيف لكن مايلعبش كورة في ملعب في مباراة قبل ست أيام فكده إمام بره مباراة الكنغة يوم الحد نكسب إن شاء الله تعالى ونتأهل عندنا مواجهة في دور الثمانية مع الفائز من غينية الاستوية أو غينية هتبقى 2 فبراير فرصة إمام فيها إنه يعود للفري بإذن الله تعالى بنقول لإمام صلاح وشناوي ألف ألف سلام عليكم عايزة أقول لك أشكرك على هذا السرد والإيضاح ناس كتير قلقان وكتعايزة تفهم بالوضع إيه لكن يا أخي حاجة غريبة جداً مقولة ما يحسد المال إلا صحابه آه صحيح دي وأصحابه هنا مش جمهور الأهلي أي إن معموم جمهور مصر أي الذي رأى فيه الشناوي وأداءه و 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 أمام ها وخصوصاً إمام لما بدأ يتردد على مستوى العالم إن الرجل ده مبصوص له بصة تانية آه أنا عايزة أقول آه إمام ماشي بخطة مهمة تخصه أممم Santa Hotel وتخص مستقبل الكرة وتخص النادي الأهلي يرجع لنا بكل خير و سلامة لكن الشناوي الحقيقة الإصابة بتاعته هي لإيه لمتنا جميعاً لأنها بتبعد الحارس رقم وعد في أفريقيا للمدة ستة شهور على الأقل هنيجل ده بالتفاصيل وهنيجل كل اللي حاصل للمنتخب وفرصه لكن المؤكد هذه الأيام ظهور جديدة تتفتح في عجمان معسكر الأهلي في إمارة عجمان الإماراتية أعتقد فيها عناصر كتيرة مباشرة خدوا الفرصة أو عدد كبير منهم خدوا الفرصة في المباراة الأولى قدام الأخدود السعودي وأثبتوا قوة مباشرة شوية بكرة الآله عنده مباراة مع حتى الإماراتي ماذا يخطط مستر مارس الكولر لهذه المباراة والعناصر دول مستقبلهم إزاي وشكلهم عمل إزاي ومدى انسجابهم وانطبعاتهم